وصفك الكثيرون بأنك صوت لأجل فلسطين أو لأجل فلسطين ولأجل غزة ما الذي يدفعك أن تصدحي بهذا الصوت في كل المرافق والهيئات الأممية على الرغم من كل التهديدات التي تنال منك وعلى الرغم من كل الضغوط التي تتعرضين لها إن الضغط الذي أتعرض له هو هائل وهذه التهديدات والتشهير الذي أتعرض له بسبب الأشخاص الذين يدعمون إسرائيل هو تشهير هائل ولكن إن هذه التهديدات ضد ولايتي هي أيضا كبيرة ولقد تهمت بأنني معادية للسامية وتم اتهامي أيضا بالفساد المالي وهذه كلها أكاذيب وهي مفبركة وليس هناك أي دليل على ذلك وفي العديد من البلدان الغربية الحوارات الدائرة لا تتعلق فيما يحصل في غزة بل في الفساد المالي للمقررة الأممية لكن هذا هو الواقع هذا ما تقوم به إسرائيل وهذا ما يقوم به النظام الذي يحمي إسرائيل ولذلك أنا مصدومة وأنا إيطالية وأتي من هذه البلاد التي شهدت على مر التاريخ الجرائم المنظمة ولكن تهديد الصحفيين والأكاديميين من أجل تقبئة الجرائم شهدنا على ذلك في بلادي شهدنا تاكتيكات المافيات ولكن لا يمكنني أن أتخيل ذلك لقد كانت هذه الصدمة الأكبر بالنسبة لبعد عامين من عملي في هذا المنصب اشتركوا في القناة